مقررات الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة بتاريخ اليوم المصادف 18 نيسان عام 2023 توجيهات السيد رئيس الوزراء وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بأن تكون عطلة العيد ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 نيسان ولغاية يوم الاثنين الموافق 24 نيسان أيضا وجه السيد رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء بتقديم تقارير شهرية تتضمن الإيرادات غير النفطية التي تستحصلها الوزارات ومناقشتها مقررات الجلسة السادسة عشرة اعتبار أول يوم أربعاء من شهر نيسان من كل عام عطلة رسمية للمكون الأيزدي من أبناء شعبنا الكريم مع اعتبار يوم غد الأربعاء الموافق 19-04-2023 عطلة رسمية أيضا وتكليف الأستاذ خلف خدر سنجاري مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأيزديين للحضور ممثلا عنه في أعياد المكون الأيزدي اقراروا توصية المجلس الوزاري للطاقة 23-032 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التسوية الرضائية بين شركتي نفط البصرة مع ائتلاف شركتي شل و بتروناس اقراروا توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية 23-012 بحسب ما يأتي اقراروا السياسة الوطنية لاستدامة مشروعات التنمية الحضرية وخطة تنفيذها بحسب ما جاء في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة كربلاء اقراروا توصية المجلس الوزاري للطاقة 23-026 لسنة 2023 بشأن الدعوة المباشرة لتحويل محطة الصدر الغازية 1-2 من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة بحسب الآتي 1- اقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء المأخوذة في جلستها الثالثة المثبتة في الفقرة 8 تحديداً بشأن إحالة الدعوة المباشرة الخاصة بتحويل محطة الصدر الغازية 1-2 من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة بعهدة شركة ستلر أنيرجي الأمريكية بمبلغ إجمالي 288.598.800 دولار أمريكي وبسعر نوعي 877.2 دولار للميجا واط بزيادة 3.2% عن الكلف التخمينية وبسعة إجمالية 229 ميجا واط بمدة تنفيذ 36 شهراً أي ما يعادل 1095 يوماً قدر تعلق الموضوع بالصلاحيات المالية وتتحمل وزارة الكهرباء سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وأن تكون من المناشئ الأوروبية والأمريكية والمعدات والمحطة بالمواصفات الأمريكية اثنين تخويل وزارة الكهرباء صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد بحسب الصلاحيات المالية كما قرر مجلس الوزراء الآتي إقرار التوصيات المبينة في محضر الاجتماع المنعقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء في 15 آذار 2023 لغرض تحويل أرض معسكر الرشيد إلى مساحات خضراء وفتح شارع السندباد وتأهيل وفتح طريق الطاقة الذرية بحسب الآتي واحد إعادة تخصيص الأراضي جميعها الخاصة بمعسكر الرشيد إلى أمانة بغداد باستثناء مستشفى الرشيد العسكري لتمكين أمانة بغداد من المباشرة بالعمل اثنياً تولي أمانة بغداد إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع إلى شركة استثمارية لأغراض التصاميم ووضع المخططات الرئيسية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للمصادقة ومن ثم الإحالة لغرض التنفيذ وبإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء نقل مصنع الإسمنت التابع للشركة العامة لصناعة الإسمنت العراقي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن والمتوقف عن العمل منذ عام 1982 إلى موقع آخر للاستفاد منه كقطع غيار للمصانع الأخرى لأنه يتعارض مع تنفيذ مشروع الرشيد أربعة تولي وزارة الصحة إنشاء مدينة طبية ثانية في بغداد على هيكل مستشفى الرشيد العسكري المخصصة إلى وزارة الصحة بمساحة 401 دونم خمسة إلزاموا الشركة المنفدة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية تكون في مناطق أطراف بغداد تحدد لاحقاً بعد استحصال الموافقات اللازمة بديلاً عن قاعدة السلام الجوية كما نص القرار على إيقاف جميع أوامر التخصيص لأراضي معسكر الرشيد التي تتعارض مع تنفيذ المشروع ولا يمكن استثمار أي جزء منها خارج هذه الرؤية وإلغاء قرارات مجلس الوزراء السابقة قرر مجلس الوزراء تقديم الجهات المبينة تفاصيلها بالمكشوفات المرافقة لكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المؤرخ في 6 آذار 2023 بياناتها إلى الديوان المذكور آنفاً بالسرعة الممكنة لإكمال إجراءات الرقابة على المال العام وإيلاء الموضوع أهمية بالغة مع تقديم البيانات اللازمة خلال 20 يوم عمل بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار وبخلافه تشكل لجان تحقيقية لتحديد المقصرين وتقديم توصياتها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً شكراً